صباح الخير أعزائنا ومتابعين على صفحة نورسات جوردن وصباحكم نور وهنى وسعادة وصحة في هذا النهار المبارك نهار الثلاثاء والآن الساعة التاسعة وأربع دقائق معلش سمحون بالأربع دقائق بس عشان الترنيمة فهذه بدايتنا نحن في صلاة أبانا بصوت فارس عباسي من وجهه تحية والتوفيق في هذا الصباح وأبونا يسعد صباحك وصباحك نور صباحك نور دكتورتنا الله يسعد هذا الصباح كيف كانت الطرقات اليوم الصباح؟ هادية هم بتلاحظ أن شوارعنا بطلت مقتزة وكتير لكل فيها عجأة وعه الصباح لماذا؟ لأنه مش الكل دوام كامل نعم نعم يعني فيه مؤسسات ومؤسسات معطلة كاملة بسبب الإصابة نعم بتعرف أبونا أنه أرياح بيئيا أرياح ومصروف الطاقة أرياح والناس صارت حتى كمان بمكاتبها يعني بتقدر تعمل شغلها خاصة مثلا نحن الإعلام شغلنا كل ياته أونلاين ففينا نقعد في البيوت ونشتغل طبعا نحن مضطرين نيجي على استوديو عشان نسجل ونكون مع مشاهدينا ومتابعينا على صفحة النورسات لايف فلكن بعض الأشخاص يعني اللي مثلا مكتبيا دوامهم المكاتب والشركات أمنت لهم كمبيوتراتهم وعلى البيوت نعم صاروا يشتغلوا من البيت فهذا بيوفر هالأزمة والعجأة على الشوارع والمواصلات وتخفيف حتى كمان على المواصلات العامة فبعتبر أنه هذا جزء كمان من الإيجابي للموضوع السلبي نعم لكن نعم أيضا بمنع يعني البعد الجسدي نحكي حنا الاجتماعي بس مش ندائما ما بحبش كلمة الفيزيائي استخدم وائل هياجن مبارح فيزيائي البعد الفيزيائي هذا رد علينا لأنه احنا اول من اول من حكا انه مش اجتماعي قربنا اجتماعيا لكن بعدنا الجسدي والفيزيائي عن بعض عشان نترك مسافة لسلامتنا دكتورة اذا بتسمحيلي مع استعمال الكمامة أيضا نعم تفضل ابونا اذا بتسمحيلي دكتورة كمان أعاد للأعلام رونقو كانوا كثيرين من الكنيسة وخصوصا رجال الدين احنا انه يعني الاعلام موضوع ثانوي اليوم بأزمة كورونا اعاد الرونق للإعلام واصبح القداديس على الانلاين فاضطروا الجماعة اللي كانوا ما بنا نقول يعني متخبيين بس كانوا ما بحبوا يطلعوا المحتواهم كامل الإعلام بخصوا فئة كنيستهم يعني رعيتهم بس بيقول لك هذول الناس اللي بيجي بصلي عندي انا بعطيهم وعضيتهم بعطيهم هذول المسؤول منهم امام الله ضميريا ولكن اليوم لما كل الكنيسة قاعدة بدي كل الكنيس بلا استثناء بتطلع القداديس خصوصا مع نورسات والتنسيق مع نورسات اليوم عم بنشوف الاعلام اصبح حاجة ملحة بطل الرفاهية كان الاعلام قبل كورونا رفاهية يعني انه هيك مشان نبين مناسباتنا ونطلع حلى كل الناس ونشوفوا لا اليوم اصبح حاجة ملحة الكنيسة اللي ما عندها قاعدة اعلامية بتكون يعني كنيسة للأسف نحن منكون كنيسة اذا بعيدة لما ما نكون متواصلين مع الشعب المؤمن هي شو الكنيسة كماعة المؤمنين اذا ما انت كاهن الرعية او الرعي ما كان متواصل مع رعيته باي شكل كان بده يستعمل الوسائل المتاحة والوسائل المتاحة هي الوسائل الاعلامية فنحن كنا جدا حرصين خاصة في فترة كورونا انه دائما نعطي المجال لجميع كهنة رعايانا بكل الاردن بكنيس الاردن كافة بالتعاون طبعا والتنصيق مع رؤساء مجلس كنائس الاردن انه نغطي كل احداث المملكة اللي بتصير بالمملكة من صلوات من اعياد لترجية مثلا احتفلنا الاسبوع الماضي بعيد يسوع الملك فهلا الكنائس اللاتين احتفلت بعيد يسوع الملك اللي هو نهاية السنة اللترجية لانه الاحد القادم سنة جديدة لانه الاحد القادم سنة جديدة والتحضير لعمل زمن الميلاد فبدي يكون زمن المجيء اربع اسبوع تقريبا قبل ما يجي عيد الميلاد بخمسة عشرين اطنعاش ابونا نحن اليوم موضوعنا اخترنا لانه شهر 11 دائما مكرس لعيد جميع الراقدين والمتوفين اللي انتقلوا الى رحمة الله وبصراحة كتير انا بحزن لما بفتح الفيسبوك سرهة وافتح الجروبات اللي طبعا الواتساب اسمع كتير انتقلوا الى رحمة الله على حالات وفاة صارت خلال ان كانت فترة كورونا او بسبب كورونا او بسبب امراض او كبر العمر بس صارت حالات كتيرة نسبة كتيرة وصار في ابونا كمان لغط وحكي كتير بموضوع الصلاة على الراقدين يعني بعد ما يتوفل انه دايما بذكروه نص السنة او الاربعين ونص السنة والسنة والسنة التانية وخمس سنين وعشر سنين بدلهم يذكروا المرحون ويصلوا لعيهم فتساؤلنا وتساؤل جميع المؤمنين خاصة مع خروج عدة كنائس تتكلم بموضوع انه الصلاة لا تجوز على الانتهى يعني هلأ موضوع انه نصلي على الراقدين واللي انتقلوا الى رحمة الله انه ما بتنفعهم الصلاة فبدنا هذا اليوم نحكي بهذا الخصوص حتى نبت في هذا الموضوع يعني انه هل تجوز او لا تجوز بتنفع ما بتنفع هل هي رحمة لا المتوفئة ام غير رحمة خاصة اللي بتوفوا وما بيكون عندهم فرصة انهم يعترفوا مسحة المرضى اللي بتوفوا بيموتوا بحوادث السير مثلا على فجأة او واحد ما مالهو شي شي بناموا بفيقش او يعني ما كانوا ما متحضرين لانه نحن دايما من اجل خاصة فئة الشباب بأجله التحضير الروحي مع انه دايما الانسان لازم يكون جاهز بكل لحظة وداما منركز نحن وانتو الكاهنة بتركزوا انه يكون جاهز بكل لحظة حتى اذا اجاك الحصاد يحصد الى اتجاهز في حقيقة بساعة لا تعرفها ولا يوم لا تعرفه فالجهوزية ما بتكون موجودة او موضوع جهوزية عند الشباب فبأجله ولك تاكبر بالعمر تايز سير ختيار تبقى بقى اصوم واصلي واتصدق وإلى آخره فوقتها بيكون انه صار متأخر فبدنا نحكي بهذا الموضوع فشو محضر لنا اليوم انا محضر كثير بس الضيوف رح يكونوا كمان هم الزبدة يعني اللي اللي بيعطي بنبلش بصلاة بعد اذنك نعم ومين رح يكون ضيوفنا غبطت ابينا البطرياك فؤاد اطوال ويعني سيدنا سيدنا اشتقنا لهم دكتوراه سيدنا حاصل على الدراسات العليا الدكتوراه بالقانون وفي دبلوماسية الفاتيكان عملها في كثير من الدول قبل ما يشغل وبعد ما يشغل وأيضا بطرقنا بتونس هذا اخر ايش بطرقنا نعم بس يعني حافل سيدنا وكثير سمعت العظات بهالموضوع فيعني اليوم رح نسمع عن جد كلام جوهري نعم ومين كان أنا كمان ويعني دائما نقول عنه ابونا فرح جازي برافقنا الدائم معلم التعليم المسيحي من 40 سنة 50 سنة ابونا فرح هو بعلمنا نبلش بصلاة ان شاء الله حيما انت تصحبنا بموسيقى بسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين يا إله الأحياء والأموات يا من تصر على الموت وأقام منهم تحت أركون الظلام تحنن علينا وارحم موتانا وباوك حياتنا وبصليبك ذلك الجسر العابر بين السماء والأرض أصل نوايانا الصالحة لعرش النعمة الأبدية كي نبغى على الدوام مسبحين خاشعين في موكب نصرتك منتظرين يوم اللقاء الرهيب أن نعود إلى أحضانك السماوية مسبحين مقدسين كل حين الآن وكل أوام وإلى ذهب الدهيرين أمين أمين يا أبونا كان كملتها يا ريمون خلال جميلة هذه أحبها كثير هذه الترميم هذا المزمور رفعت عيني إلى السماء رائعة أبونا وشكراً لها الصلاة الحلوة ومنصبح هلا كل اللي معنا هلا على البث المباشر اللي منحب نذكرهم بالاسم لكن رح نذكر اللي صبحوا علينا بالكومنتات نشأة بطارسة الله يسعد صباحكم صباحكم نور ومريان الحجازين صباح الخير أحمد شرايحة صباح الخير سامرة إسحاء صباح الخير وأمل السلمان صباحكم نور وإبراهيم حمام صباحكم نور وبركة وأمين لصلاتك يا أبونا وكل اللي معنا على المباشر نصبح عليكم للحديث عن وجوني إدمون إدموس 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 في اس يا أمين بالنهاية 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 للممات بالنهاية 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 الكنسية الكنسية عنه يعني واحد ميت كيف بدي يتوب خلو ما في توبة ولكن الصلاة من ناحية اللهوتية الصلاة لأجل الميت هي صلاة تشاركية ما بين الكنيسة الممجدة السماوية والكنيسة المتألمة الأرضية نعم الخط الواصل ما بين السماء والأرض هو يسوع المسيح نعم هو إله من قطب السماء ومن القطب الثاني هو بشر فهوها البطارية هو البتوصل بالضوي السماء بالأرض بدون حلقة بدون هالحلقة الواصلة ما منقدر نحكي مع الأموات ولا هم منقدر يحكي معنا ما إنا عليهم دالة إلا من خلال صلاتنا لمين صلاتنا؟ لا يسوع المسيح ارحمنا يا الله في هذه العلاقة الثنائية إذا جاز التعبير العامودية ما بين السماء والأرض والأفقية ما بين جماعة المؤمنين بعضهم مع بعض مع كاهنهم نعم مع مؤمنيهم نحو السماء السماء إذن الصلاة على الميت شيء والصلاة لبعد يعني عشان الله يرفق خطايا موضوع ثاني نعم فالصلاة على الميت في لحظة وفاته هاي الجميع بيصلي عليها نعم كل الكنائس بتصلي على الميت نعم بس هلا بعدين هي مثل ما حكيت انت هي رعوية تشاركية وأيضا اجتماعية بزار يعني بحسها انها هي كمان اجتماعية واذا لاحظتي بتسمية الكنائس لا تسمى بالأسرار نعم هي هم الركن الأساسي ولكنها ليست سر من الأسرار هي أعمال تقوية نعم تساعد عوامل مساعدة تساعد المؤمن على الدخول في الجو احنا زي ما تفضلتي قبل قليل قبل من نطلع الهواء حكيتي لي أبونا الصلاة للأموات كمان عشاننا احنا نعم عشاننا احنا نتعذب الرجاء نعم طب أهل المتوفي المتألمين بالضبط المتألمين أي الأجمل أن أحط له مزامير ونصلي ونبخر البيت ونحط شمع ونيجع الكنيسة احنا والجثمان ونطلب له الرحمة وندعاله وهيك ولا أنه خلاص نحكي مع دي لفري يجي يأخذه ويدفنه ياهو سلامة سلمة نعم إذن هاي 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 موضوع عزاء وممكن وعظة الكاهن كمان تعطي كلمة عزاء ورجاء للأشخاص اللي عم بيفئدوا فأدين مثلا خاصة اللي بيفئدوا مثلا شباب أو بيفئدوا نتيجة حادث أو بإشي مفجائي فهني بيكونوا بصدمة فمحتاجين لحدا يخفف عنهم شدة هذه الصدمة أننا لاحزوا إحنا إله رجاء اللي منؤمن فيه إلى حي فجميعنا صاعدونا إليه لكن هو الموضوع يا أبونا لموضوع التحضير يعني الأشخاص التحضير الأشخاص الإنسان المؤمن لازم يكون متحضر روحيا تقويا لأي لحظة يكون على مستعد فهذا الاستعداد لازم الإنسان يركز عليه الإنسان المؤمن اللي بيآمن بأله في أية لحظة بيجيها الحصاد وحصد الغلال فأبونا كنا منحكي أنه الجناز الأربعين التالت والتاسع والأربعين ونص السنة والسنة هي لكان مثل ما أنت تفضلت هي فقط صلوات تقام تشاركية بين الكنيسة والمؤمنين الأحياء اللي لهم علاقة مع المتوفي فقط للعزاء لا الأحياء نعم يعني والناحية أنا بحكي الناحية الرعوية الناحية لهتيها لسيدنا البطرق بيجي بجزئية بشان يكون تعليم نعم هلما نخلي يحضر لنا الاتصال ريمون مع سيدنا البطرق فؤاد طوال بطرقنا السابق للكنيسة اللاتينية في الأرض المقدسة والأردن فقبل ما نحكي معه من الناحية اللي هوتي يا أبونا في كتير أشخاص يعني ما بيرتاحوا لما بيفئدوا حدا أو شخص عزيز عليهم ومتعلمين ما بيرتاحوا غير أنهم يجوا يصلوا بالكنيسة فبصلاتهم بفكروا أنه يعني ممكن يرحموا هذا الشخص إذا كان عارفين أنه هذا الشخص يعني توفى تقال إلى العلا وعليه خطايا كنا ما مننا بلا خطيئة كنا خطأ يعني بس وموضوع نسبي يعني نعم يعني قديش بيكون بس إحنا بكل رتبنا صلواتنا التقصية اللي بنصليهن اغفر له كل خطيئة عن كل ما تجاوزه من خطايا بالقول بالفعل عن معرفة عن جهل وكل الصلاة هي قائمة على أنه احنا نطلب له نطلب له التحنن والرحمة ويعني احنا الكنائسنا كلها زي ما تفضلت على الرجاء نعم وين في فصل من الإنجيل ما بيحكي عن القيامة وين في فصل من الإنجيل ما بيحكي عن الرجاء عن الغد المشرق عن أي تعليم يسوع هذا الغني بالقيامة احنا باختصار احنا ولاد القيامة نعم يعني احنا كل الأعياد لترجيا تتمحور حول عيد الفصح العبور والقيامة من الموت إلى الحياة فهي الفكرة كليات قائمة على هنا وزي ما تفضلت المثل الغني والعزر هذا جواب شافي لكل إنسان بتساءل اليوم عن مصير الأموات كلام يسوع كان واضح وصريح بهالم موضوع يعني اللحظة اللي بنغمض عيوننا فيها من هالحياة بننتقل ليس إلى مكان ليس إلى مكان بل إلى حالة روحية نعيش صباحك نور سيدنا أحلا كلك نور يا حلق الله يساعدك يا سيدنا وشكري الله إليك أنك معنا اليوم في برنامج نصفكم نور شكرا إليك سيدنا طمنا عنك كيف أمورك وأفرارك أمور بخير الحمد لله ها دين من المركز نقرأ ونكتب ومنصلي ومننام أمور بخير أهم شي صباحك نور سيدنا الله يرضى عليك اليوم سردانيس أهم شي عن الصحة بخير الحمد لله الحمد لله دائما سيدنا سيدنا نحن بخصوص موضوعنا اليوم لماذا نصلي من أجل الراقدين فمن الناحية اللاهوتية لقينا أنه نحن أنت أكتر يعني شخص ممكن يحكينا من الناحية اللاهوتية بموضوع الصلاة من أجل الراقدين خاصة وإحنا بشهر 11 عم نحتفل في 2-11 بعيد أنا ما بحب أحكي كلمة الموتة ولا الراقدين على أمل الرجاء القيامة فتخبرنا من الناحية اللاهوتية هل الصلاة تنفى بتفيده للمتوفي أم لا أولا أنا أشكر بهني نورسات والقائمين على نورسات القيام بمثل هذه المبادرات الجميلة لما يقول لمنفعة كل المؤمنين خاصة أهل الموتة نعم الله يسعر أطلب لكم التوفيق في إذا هذه الرسالة شكرا كما أطلب من الله أن تحل بركته على كل السامعين لهذه الكلمة زي ما تفضلت في مطلح هذا الشهر احتفرت الكنيسة أولا بعيد جميع القديسين نعم هناك أيام مخصصة لبعض القديسين ولكن لما كانت أيام السنة لا تكفي للعدد الهائل من القديسين والشهداء على مدار التاريخ خاصة الكنيسة يوما نحتفل فيه بجميع القديسين نعم ولا ننسى بعض الفدد وإن شاء الله أنتم منهم العدد الكبير من القديسين الذين لا يزالون على قيد الحياة من أباء وأمهات وشبيبه يعيشون النعمة ومخافة الله والعمل بوصياه المهم بعد هذا عيد القديسين بارتباط واضح معه يوم الثاني من هذا الشهر نحتفل بعيد جميع الموتى نسمي عيد احتفال جميع الموتى خاصة الموتى من الأهل والأقارب نزور كبورهم نصلي لأجر راحتهم الأمدية نعم نصلي لأولئك الموتى الذين قتلوا جراء الحروب في سوريا العراق اليمن بإفريقيا أو أي مكان ثاني هماتوا أيضا بسبب الكوارث الطبيعية نعم كما كانت الحال كما هي الحال في مرفع بيروت أو الأمطار الغزيري مؤخرا في السودان نعم بالنسبة للموتى نحن نصلي لموتانا لا نبكي ولا نحزن كمن لا رجع لهم نعم تعزيتنا دوما في مصابنا أن فقيدنا أو فقدتنا عاشا مكرما ماتا مكرما محاطا بالله والأقارب هون هون ضروري جدا نذكر الأوضاع التي نحن فيها نعم فقيدنا والحمد لله وجد من يمسك في يده في الساعات الأخيرة علامة المحبة فقيدنا قرأ الكاهن بجانب السرير يعطيه الأسرار المقدس الأخيرة يرصع يده ليمنحه الحل الأخيرة ويقرأ على مسمعيه صلاة الوداع لينتقل بسلام هدوء وإيمان من هذه الدنيا إلى أحضان الله حيث لا بكاء والألم ولا وجع رأس ولا كورونا آمين 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 هذا الموت يعني بين الأهل وحطيم ومع الكاهن هذا الموت هو نعم هو تعزيه تعزيه الحط وعايشين هذا الوضع السيء منذ عام تقريبا طل علينا وعلى العالم أجمع فيروس الكورونا نعم وبدأ يحصد الأروح وفرض المساواة بين جميع الناس ولم يعد قوي في هذه الدنيا إلا الله نعم نحن كان إيماننا قوي والحمد لله إيماننا قوي نحن كان هذا الإيمان قوي الموت مزعج والخوف من الموت مزعج والخوف من الكورونا أكثر إزعاج من الكورونا يعني أصبحنا نعيش على عصاب هذه الأيام نعم إذا الواحد عبس أو أصيب بلزحة هوا أو قح صار يرتعب ترجمنا كل ذلك كأعراض كورونا حالتنا حاليا نعم ولا علاج لها ولا مستشفى يستقبل ولا حكومة قادرة على مواجهة هذا الوباء المزعج نحن نصلي لموتانا الذين سبقونا لملاقة السيد المسيح الذي أحبنا وأحببناه وخدمناه بشخص كل محتاج نصلي لموتانا أنا أقول والأجذر بنا أيضا أن نصلي لمن هم بعد في قيد الحياة ليهيوا أنفسهم لليقاء الرب بسبب الكورونا أوصونا وأمرونا بلباس الكمامة نعم ولبسنا الكمامة وانتشرت الكمامة وأصبحت عند البعض نوعا من الفيشن من الموضة صبحت الكمامة بتغير لونها بلون الكندرة أو القميص مش مش عينس أصبحت الكمامة مورد رزق لمن يبيرها ومصدر هم لبعض الناس لمن يشتريها فنحنا علما أننا بكمامة أو بدون كمامة نحن إلى الموت سيرون حتى وانت أخرت ساعة هذا الموت كما تفضلت نصلي نصلي لموتانا الذين سبقون إلى الحياة الأمدية ولا علم لدينا من منا نحن الباقيين سيكون أول من يلتحق بهم نعم ولهذا السبب أنا بقول عمل الخير والمساعدة والتسامح والمحبة ومخافة الله هي أحسن استعداد لملاقات الرب وأحسن استعداد للقاءنا لاجتماعنا مع من سبقونا من الأهل والأقارب نعم نصلي لموتانا مش بس بـ 2 نظامبر نصلي لموتانا على طول إن شاء الله هذا جميل وهذا ضروري لأننا نحن وهم لا نزال أعضاء بهذه الكنيسة في كنيسة قطعت الخط وصلت عند ربنا وفي كنيسة نحن لا تزار على الأرض مجاهدة ولكن كلنا مع الكدسين والذين في المطر ونحن على الأرض نكون أعضاء هذه الكنيسة الجامعة نعم صلاحنا للموتى هي إلها طابع أيضا اجتماعي ونوع من التعزي لمن هم بعد في قيد الحياة لأهل والأقارب ولكن نتذكر أنه في كثير من الأحيان من ماتوا من الأقارب والأحباب هم من من سمائهم ينظرون إلينا يعرف ألامنا وصعوباتنا وهم هم الذين يصلوا ويتشفعوا فينا من سمائهم فنحن بحاجة إلى صلاتهم وشفاعاتهم أكثر مما هم بحاجة لصلاتنا الضعيف سكر خفيف يعني التبادلي سيدنا أكثر هم أقوى هم أزبط نحن بعدنا بطريق هم وصل هم وصل هم بجنب ربنا بتشفعون هم أقوى وفيها نهاية هذا اللقاء هذه الكلمة نستودع نفوس موتانا وشهدائنا إلى رحمة الله كما نستودع بلادنا حكومة وشعبا وكوادر طبية إلى العناية الربانية نشديد أشكر مدرسات والقائمين عليه واللي بسمعونه وكل عام ونتو بخير شكرا سيدنا ونتو بخير ربنا يقوي يعطيك الصحة والعافية ومنحب دايما نتواصل معك سيدنا ونكون على تواصل معنويا وروحيا وأيامكم وأن تصلي لنا نصلي لبعض حبيبي شكرا سيدنا صباحك نور شكرا لعلك شكرا سيدنا أهلا 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 جميل ما تكلم فيه سيدنا لا تحزن كمن لا رجاء لكل المحزنين خاصة اللي فقدوا هالأموات وأحباء على بهاي الفترة الأخيرة كان بسبب فيروس كورونا أو بأمراض أو بأسباب فجائية طبعا الموت واحد وجاي علينا كلنا يعني يوما ما يعطي الصحة والأوة لكل الأحياء الموجودين ومعيشوا للأبد لكن الموت حقيقة يعني مطلقة بهذه الحياة يعني الولادة والموت حقيقة مطلقة يعني كل إنسان بده يموت هذه حقيقة ما في بختلف عليها اتنين والحلو دكتور بالضبط والحلو قال مش الحلو يعني الناس يكتبوا على الفيسبوك لما يكون فيه حدا متوفي مش كثير كبير بالعمر العمر الفيزيائي فبيحكوا إنه رحلت بكير استعجلت الرحيل نعم هو حدا سأله لما ولد هو حدا سأله لما إجمعت فهي الولادة والموت ما بننسأل عنهم يعني أكثر من الشخص اللي هو ما عنده إيمان ومش عارف ويراي الشخص اللي ملحد بيعيش كل حياته هو بهاي اللحظة المصيرية بحياته بندم على كل سنين حياته لأنه فعلا بيكون فايت على المجهول ويا الله شو صعبة إذا الواحد فينا بيكون بنص عمان فايت بنفق بالليل وضيع الطريق وفايت بدخلي وضاع قديش بي قديش بي قديش بيشوب وبهذا هو معارف يطلع من الدخلي إذا كانت دايقة ومش عارف بالدايق بسواقة بشغلة بسيطة هو ممكن ينزل المسيار ويتركها ويأخذ تاكسي ويروه ما بالك لحظة اللي ينتقل فيها الإنسان من هذا العالم ويشوف حالوف وهو ما عنده ما عنده خلفية على إحنا بنظمنا كل حياتنا يعني العضراء المريم كانت من طفولتها مستعد استعداد استعداد وتجهيزات لا الناس مفكروا أنه دخل عليها الملاك بلحظة هي ما كان لا بالعكس ما هي سنين طويلة من 12 سنة وهي كل هالسنين كانت على استعداد من وقت محبلة بها كمان بالضبط المخططة الإلهي بس هي بالنسبة إلها مش هلقدي أنه الملاك فات عليها أنا اليوم لو يفوت عليها ملاك بغيب صح فعلا كانت مهيئة بالضبط فهو الاستعداد المؤمن هذا اللي بحكي فيه سيدنا وهذا اللي تفضلت في حضرتك الاستعداد أنه كيف الاستعداد طيب الاستعداد أن الواحد ما يتمسك كثير بالأشياء المادية الموجودة بحياتنا حتى بعلاقاتنا العاطفية يعني دائما يكون الواحد على مسافة تاصلة بين العالم كله بين ربنا يعني يكون فيه نقطة التحول هي زي ما حكينا أنه الصليب هو الجسر نام بين السماء والأرض كمان أنا بدي يكون فيه عندي مسافة مع كل الناس عشان ما يصير فقدان يعني خيبة الأمل بتصيبني لما أشخاص بحط إليهم توقعات عالية كثير بعدين بنصدم في أنه ما أعطون زي أنا ما كنتم مفكر في حياة فإحنا بدنا نشوف أنه في لحظة هاي لأبننا لأخواننا ما بدنا نفقد الأمل أو رجع بربنا أنه هو بيضله وراء الخاطئ اللي يرجع لحضرته على الأرض ومش بالسماء يعني بتركض وراء لكن على الأرض بيضله وراء وبيعمله يعني يعطيه بيهيئ له الظروف وبيحكي معاه طبعا في الأيام اللي بقدر ينصد فيها لأن الإنسان بيسمع كلمة ربنا أو صوت الله لما بالصمت وبالهدوء والسكينة لما الإنسان يكون هدوء وسكينة قلبه وبيسمع صوت ربنا فمستحيل بحكي أنا هذا هذا رأيي أنه زي مثل الخروف الضال ترك التسعة وتسعين وراح يدور على الخروف الضال فكم بالأحرى نحنا كبشر وأبناء ربنا اللي خلقنا يضل يدور على الإنسان الخاطئ فما يعني دايما بعزي نفسي أنه الإنسان ما بينتقل للسماء إلا يكون يعني جاهز يعني روحيا وربنا يستقبله لأنه أعطاه أعطاه عدة فراص بيكون ولما شاف خلاص هذا الإنسان اطهر وصار إنسان نقي أخذ وداعته زي ما بقوله لكن هذا إحنا منعزي أنفسنا فيه لكن في بعض الأشخاص التي لا تسمع صوت ربنا لا تسمع صوت الراعي يعني بتشوفه وما بدها تسمعه لأنه هذه هي إرادتها وإحنا ربنا خلقنا بإرادة حرة فرابنا حكى لنا أنا بدق وإنت عليك تفتح أنا إجيتك وأمدق بابك بس أزولك إنت اللي بدك تفتح يا بتفتح بتردني خائبا وبرجع لمكاني بس أنا عملت المبادرة لحقت هذا الخروف ورحت على بابه ودقيت يريت أنا بتمنى على كل المؤمنين إنه لما يسمعوا للصوت الداخلي الصوت اللي بجواتهم لما عم بيعملوا عمل خاطئ أو بيعمل عمل ربنا لا يرضى عليه ولا يرضى عنه يسمعوا صوته ويخليهم يتراجعوا عن هذا الفعل أو يتوبوا عنه إذا صار يعني التوبة كمان هذه نعمة من عند ربنا يعني تخيل يا أبونا نحنا كل خطيان وما فيش عندنا توبة أش بتفسير فينا أبونا نحنا نحنا عيشين بجهنة بساعتها طبعا عايشين بنار الخطيئة فهذا الموضوع التوبة هذه نعمة كتير كبيرة هذا سر يعني كتير كتير من المهم من الأسرار اللي يرجوع عن الخطيئة أو التوبة عنها يعني كل إنسان بيخطئ ربنا بقولك بالأمثلة والكتب الكنسية والتعليم الكنسية بقولك القديس سبعين مرة بيخطئ في اليوم فكم بالأحرى الإنسان العادي اللي ماشي بحياته وأوقات بتذكر ربنا وأوقات ما بتذكر فكم خطيئة بيخطي خاصة بالقول والفعل والإهمال بسي مقروني في بعضها يعني ما في مغفرة بدون توبة ما نطمع في ربنا يعني ما نكون طماعين إنه هو بدي يسامع بل زب بدون ما أنا أرجع لا طبعا في لازم يكون بدي أرجع بدي أتخلى بدي أتخلى يعني الإنسان بدي يقدم جهد يعني عشان يتوب أو إنه ربنا يقبل صلاته وتوبته فزي ما حكيت أبونا يا سعب وربنا بدق على الباب لكن إذا أنت ما عمل جهد وتفتح له وتستقبله قلبك حياتك بين إيدي وتقول له يا رب هيني أنا أنت تصرف معي فهون التسليم مع ربنا التسليم لإله حياتك تسلمه حياتك يعني هذي جزء كتير كبير لأنه العمل الصالح هو اللي بده المجهود العمل الصالح دكتورة هو اللي بده المجهود الخطيئة سهلة ليش لأنه في عامل مساعد الشيطان بيسهل لك الشغل لما مثلا أحد يحكي قدامي على الدكتورة كلمة مش منيحة بس أنا بده أحكي وما بده أحكي بيحمسنا الشيطان لا أحكي علي من هذا زيد زيد فبصير كلامنا بالقعدان بصير نحكي على بعض بطلع أنا بصير ويحكو علي بتمشي بكون أنا فتحت ليش الخطيئة سهلة لأنه مساعدة الشيطان في عامل مساعد بينما النعمة هي ربنا حط إننا المثال إحنا بدنا نتبع ربنا على مثال أنا ليش بعمل العمل الصالح عشان إني أتشبه بيسوع عشان أسير خلف يسوع فهذا المسير يحتاج من الجهد الجهاد الروحي اسمه جهاد يعني فيه فيه تعب يعني ما فيه ما فيه سعادة نخذها هي مقابلها في هذا الألم الألم بالسعادة هو ثمر في النهاية هذا الألم هو ثمر كمان مش عبثي بالضبط فبدو يجاهد الواحد أما الخطيئة فهي سهلة سهلة بسهولة بعمل الخطيئة الواحد هلأ أي الأسهل تصنعي سيارة ولا تشطبي سيارة أشطبها بخمس دقائق بشطبها بولع فيها بس إني أصنع سيارة هنا الصعوبة فالعمل الصالح يحتاج تبديل مني مجهود أي الأسهل أتعلم الدخان ولا أبطل الدخان أكيد الأسهل لأنك تعلم الدخان بخمس دقائق اللي بتضيف بتدخم ولكن كيف دي أبطل الدخان بصبح إدمان بصبح عاجي سيئ نعم من هذه الحياة تركيزنا على الحياة بعد الموت حياة النعمة ودائما منقول هي مش مكان هي حالة النعمة التي نعيشها والنقاش اللي بين العازر والغني بثبت أنه الأموات بيعرفوا بعض نعم بيعرفوا بعض طيب كيف بتواصلوا هذول مع بعض زي الملائكة كيف الملائكة بتواصلوا مع بعض نعم يعني بدنا نلاقي لنا منهجية كمان دكتورة هاي المنهجية ما بصير كثير يعني نبعد عنها بدنا نسهل للمؤمنين عشان يعني يتقرب أكتر الواحد بدي يفهم في كثير غموض في شيء موضوع الميتافيزيك هذا لذلك بيحكي القديس بولس نحن نرى الآن كمن يرى مش كمن لا يرى كمن يرى بمرأة ولكن لما بنموت بنشوفها والفلاسفة اليونان بالزمنات شبهوها بالنار اللي بتولعيها بتشوفيها من جو الكهف بتشوفي أنت مش الخيال خيال بيسموه خيال هو الظل الظل ولكن لما بنلتقي بيسوه بنشوف يسوه حقيقة حقيقة ملموسة في حياتنا لذلك يجب أننا نحكي دائماً للتعليم المسيحي للشبيب للعاملين للكل أنه الحيال الأبدية ليس فكرة لهوتية فقط هي حياة هي حياة عن جدر كيف اليرقة اللي بتطير وتتحول لفراش إحنا بس نموت بنطير لأنه إلهنا يا أبونا إله أحيا مش إله أموات زي ما تذكر في كتاب المقدس ونحن رح نحكي كمان أكتر لهوتياً مع أبونا فرح يحجازين منحضر الاتصال معاه الآن ونطلع هلا فاصل ولا باعتقاد يعني فيه هلا نعم فيه فاصل هلا فاصل ونواصل زي ما بتحكي بعدنا إليكم أعزائنا ومتابعين على صفحة نور ساد جوردن برنامجكم الصباحي صباحكم نور والآن معنا على الهاتف الأب فرح إحجازين أبونا يسعد صباحك صباحك نور نستبعكم من الصبح الله يسعدك يا أبونا صباحك نور أبونا كيفك اليوم كيف أصبحت شكرا الله بخير الله يخليك أبونا أبونا نحن نعم عطيناك مجال على الصبح وقول بلاش نحكي عن الأموات ورسيلة الأموات طبع الصباح يا فتح يا عليم فقولنا هيكتها شوية ترو وتسرب القهوة وترو لأن الناس عم تبعث لنا كومنتات بقولك جو هالموضوع لهالصباح لكن نحن طبعا كون أنه هذا شهر نوفمبر دائما منحتفل في بدايته بعيد جميع القديسين وعيد الراقدين جميع الراقدين على رجاء القيامة أو ما يدعوه جميع الموتى فأبونا هو السؤال اللي دايما بيطرح نفسه وبيتكرر عدة مرات وبتضل أنت الناس يعني تردده أنه هل تنفع الصلاة للموتى خاصة نعم نصلي لهم نصف السنة بعد مرور ستة شهر وبعد سنة وبعد سنتين فموضوع الصلاة على الموتى هل هي صلاة من أجل مغفرة خطايا هل هي من أجل توبته هل هي من أجل إذا بعض الكنائس تؤمن أنه هناك موجود في مطهر ونتيجة شفاعة أو صلاة المحبين اللي الصلاة تقدم لهذا النفس هذا الشخص أنه سوف يتطهر ويرجع عند ربنا فكثير أسئلة تراود المؤمنين عن هذا الموضوع ودائما هذا الموضوع يعني تفاصيله أو الحقيقة الموت غير واضحة لأنه لأنه ما في واحد مات ورجع لنا ممكن نحكي يسوع المسيح هو قدوتنا هو الوحيد اللي هو يعني مات وخام من بين الأموات وهو اللي حكى لنا لكن ما في حدا إنسان بشر ماتوا ورجعوا يخبرونا عن شو بيصير عنا أمثل كثير في الإنجيل مثلا لعازر والغني برسائل القديسين الرسل تم ذكر الموضوع لكن مش بوضوح وتفصيل أكتر فممكن لهوتيا أبونا وأنت طبعا علامة في هذه المواضيع اللاهوتية تخبرنا طبعا إن شاء الله ربنا يقدرنا أن أعطي ذكرة كامل متكامل ليحول هذا الموضوع حتى نرد على الاعتراضات التي تخالف المحبة والإيمان ونسجع الناس على السمراء والصلاة من أجل موتهم لأنها فعلا هي مفيدة وهذا الراحين بينهم فالموضوع هو مايا لأنه فعلا أتذكر وصل إلى مسامع بعض المسيحيين في زياراتهم للمنكوبين أو المحزنين يخالفون في حديثهم المحبة الأخوية وطواعد الإبان المسيحي بآرائهم المدمرة للإيمان والخحفطة للنفوس على مثال لماذا الصلاة من أجل الميت ماذا ينفع الميت الأعمال والتي عملها الصلاة من أجل الميت مثل الذي يضيء شمعة خلف الإنسان أي لا يستفيد منها نقول لهؤلاء ما يلي أولا الأفضل لهؤلاء أن يزم الصونج في هذه المناسبات لأنه لا يحق للإنسان أن يتحدث بما لا يفهم كما يقول العرب لا تهرد بما لا تعرف ثانيا لا يحق لأي إنسان أن يطفئ الإيمان في قلوب الناس متألمين ومأحوج الناس إلى مثل هذا الإيمان في شدتهم ويضرعون الشك بنفوس هؤلاء أذكر هؤلاء بكلبة الرب الرهيبة الويل لمن تقع يده الشكوك فأولى به أن تعلق الرحى في علقه ويلقى في عرض البحر الويل العالة من أسلاب العطارات ولا بد من وجودها ولكن الويل الذي يكون حجر عطار ثالثا الصلاة تعز المؤمن في ساعة الشدة وتذكر بالنصير موتاه الأبرار ألا وهو القيامة مع المسيح حتى لا يحزن ولا ييأس المؤمن عند موت عزيز عليه كما يفعل الوتنيون وبهذا الخصوص يقول لنا القديس فولوس في رسالته إلى أهل الفسالونيس أيها الأخوة لا نريد أن تجهل مصير الأموات لألا تحزن كسار الناس الذين لا رجاء لهم فأما نحن نؤمن بأن المسيح قد مات ثم قرم فكذلك نؤمن بأن الذين ماتوا في المسيح سينقلوا من الله إليه معهم فليشدد بعضكم بعضا بهذا الكلام رابعا نحن نؤمن بأن جميع المؤمنين يعرفون كنيسة واحدة كالجسد الواحد في ثلاثة مراحل الكنيسة المنططرة هم سكان السمام الكنيسة المجاهدة سكان الأرض الكنيسة المتألمة سكان المطهر وهؤلاء جميعا يؤلفون جسدا واحدا كما يقول فديس ورس وهذه الأعباء تتعاون معا لخير الجسد العام نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح لأن الأعباء بعضنا لبعض ليتم الأعباء بعضها ببعض فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء وإذا أكرم عضو صرت معه سائر الأعضاء فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضوا منه خامسا الصلاة من أجل الموثى مفيدة في شهادة انتتاب المقدس لعهديه القديم والجديد العهد القديم نقرة في سفر المكابيين الثاني بسر الثماعش آية ثلاثة واربعين إلى ستة واربعين حيث أنه في حرب اليهود مع الأدوميين فقط عدد كبير من اليهود فجمع يهود النبيل يقول السفر من كل واحد تقدم فبلغ المجموعة 2000 درها من الفضة فأرسل إلى أورشلي ليقدم بها ببيحة عن الخطيئة وكان ذلك من أحسن الصليع وأكفاء لاعتقاده قيامة الموثى لأنه لو لم يكن مترجعا قيامة الذين سقطوا لكان صلاته من أجل الموثى باطلا وعبثا والاعتبار أن الذين رقدوا بالتقوى قد ادخل لهم ثواب جميل وهو رأي مقدس قوي ولهذا قدم الكفار عن الموتى ليحل من الخطيئة قدم الكفار عن الموتى ليحل من الخطيئة إذن تقادم يهود في الهيكل كانت تحل الموتى من الخطيئة طبعا الخطيئة العرضية الخفيفة ويمدح الكتاب هذا الصنية بقوله وكان ذلك من أحسن الصنية وعقاها هذا يعني أن هناك بعض الخطايا تحل بعد الموت وهي الخطايا الخفيفة التي تضخر منها الإنسان قبل دخول السماء وليس الخطايا المميتة التي ترسل إلى جهنم فإذا كانت تقادم المال والذبائح في هيكل سليمان تحل بعض الخطايا فكان بالأحرى تقديم ذبيحة القداش للكبائس تحل الموتى من هذه الخطايا بالعهد الجديد جاء الإنسان السيد المسيح ما يلي من قال كلمة على ابن البشر يغفظ له وأما من قال على الروح القدس فلا يغفظ له لا في هذا الدهر ولا في الآث هذا يعني أن هناك بعض الخطايا العرضية وبعض العقوبات المترتبة على الإنسان لن خطئ المميتة تغفر في العالم الآخر إما بالتكفير عنه في المطر أو في صلوات المؤمنين على الأرض إذا كان الدبائح حيكل سليمان تغفر خطايا الموتى فكن بالحال صلوات الكنيسة وذبيحة القداش تغفر الخطايا التي تكلم عن السيد المسيح والتي تغفر في العالم الثاني سادسا فقط الإنسان عنده ماضي وحاضر ومستقبل وأما الله فكل شيء حاضر أمامه ليس عنده ماضي أو مستقبل لذا عندما أقول مات الإنسان قبل كذا سنة فماذا تنفع صلاة له بعد مرور فترة من الزمن قد يعتقد البعض الجهار أنه قد فات الأوان بصلاة أن تنفع الميت ويشبهون ذلك بالشمع المضاء خلف الإنسان لا يستفيد منها إن كل صلاة يرفع الإنسان من أجل موتها بعد مرور أي وقت كان هي حاضر أمام الله بأن أمام الله ساعة موت فاقيدنا فينظر إليها بعين الاعتبار فكما أن صلاة أن تنفع إنسان وهو حاضر وحي على الأرض كذلك الصلاة من أجل ميت تفيده لأنه في وضع حاضر أمام الله الذي ليس عنده لا ماضي ولا مستقبل فالحاضر دائم سابعا يسلل أيضا التقليد المسيحي أن الكنيسة منذ القرون الأولى بكرة الأموات وقدمت لأجلهم الصلوات وبنوى خاص ذبيحة القدام حتى يتطهروا سيبلغوا الرؤية السعيدة إذا توصل الكليسة بالصدقات والغفرانات وأعمال التوبة وذبيحة القدام من أجل الراقدين فلا ندخل على موتانا بذلك فهل الكنيسة كلها كانت على خطأ إلى أن ظهر هؤلاء المستميرون كي يصححوا الكليسة التي أبواب الجحيم لن تقوا عليها ثامنا لماذا نصر أن نفض على الله منطقنا البشرية فما هو مستحيل علينا ليس بمستحيل على الله انظروا إلى هذا المثل إن العازر قد مات ومكث في القبر أربعة أيام جاء بعدها ينسوا إلى القبر فقالت مرثة كلاما بشريا يشبه كلام أولئك الذين يقولون إن الميت قد انتهى فماذا تنفع الصلاة الميت قالت مرثة ليسوع يا رب لقد أنتم فهذا يومه الضابع وكأنها تريد أن تقول ليسوع يا يسوع لقد تأخذ فات الأوان لن تستطيع شيئا الآن ونسيت أن ليسوع لا فقام لها أخاها من الموت فأن صلاة مرثة تشفع بأخيمها وتعيده إلى الحياة بعد مرور أربعة أيام على وفاته وتعدل مصيره بعد الموت هكذا صلاتنا ليسوع بعد وفات فقيدنا لهي قادرة أن تقيم موتانا كما أقام يسوع لعظة تاسعا وأخيرا أقولي أولاك الذين ينكرون فائدة الصلاة من أجل الميت لماذا عندما يكون عندهم ميت يصلون عليه قبل الدفن إذا كانت الصلاة لا تفيد الميت هناك إذن تنافض في أفكارهم وطوبا لمن يؤمن بكلمة المسيح وكنيسة المسيح لأنه سيرى مجد المسيح كما قال يسوع معاتبا مرتا ألما قل لك أن آمنت ترين مجد الله نؤمن بالمسيح الذي لا يخيل فجاء من يضع رجعه فيه أمنت بك يا رب فزدني إيمانا وأبعد أن أولاك الذين يزرعون الزعان في حقه ويصفون الإيمان في قلوب مؤمنين هذه الكلمة أتمنى أن تكون رد على أولاك الذين ينفرون بائدة الصلاة من أجل موتنا وشكرا يسلم يا أبونا وشكرا لإلك على هالتحليل العميق واللهوتي والإيماني اللي بيعطي الرجاء للإنسان اللي بيرقد على فراش الموت وينتقل إلى الحياة الأبدية أعزاء لأهلهم أعزاء لمحبينهم أنهم يكثفوا الصلاة من أجله أحيانا الصلاة من أجل الراخدين تعطي أعزاء لإلنا وبنفس الوقت أنها مفيدة للميت بعض زي ما أنت تفضلت الكنائس أو بعض الجماعات طبعا لا تجيز الصلاة على الميت مثل ما أنت حكيت كيف تضيء شمعها من خلف الإنسان فهي لا يرى نورها ولا يقشع لها الطريق مع أنه مثل ما أنت حكيت بالعهد القديم والعهد الجديد في عنا كثير آيات كتابية تدعم الصلاة من أجل الراقدين وبتنفع لإلهم فما يكون بس هذا الموضوع يا أبونا يعني عزاء للأهل الموتة بس أنه حلو اللي حكيته أنه بعض الأشخاص اللي بيكون بعزاء وإنت موجود في عزاء بيجي بيحكو لك أنه يعني شوفا يدي تي الصلاة على الموتة اللي صار صار اللي خلص راح راح ولا توبة بعد ما يموت الإنسان يعني ما بقدر أنه الإنسان يتوب بعد ما يموت أنه خلص راحت عليه لكن بالصلاة المحبية وصلاة عائلته ممكن أنه في الخطايق الصغيرة اللي عليه أنه عندنا في حالة المطهر يعني طبعا موضوع المطهر كمان مش كل الكنيس تؤمن فيه أو بيقول لك أنه موضوع جدلي يا سماء يا عذاب الآخرة فكتير أرى أبونا لكن الإنسان بالنهاية إيش بؤمن في داخله شو موجود في داخله وإيش اللي هو بيلاقي حاله في إيمانه بما داخله الصوت الداخلي اللي بيحكيله ممكن هو اللي يتبعه يعني إحنا إنت ذكرت لهدول الأشخاص اللي دايما بيعملوا صوتهم نشاز بيطلعوا من خارج السرب وبيعزوا أو بيعطوا هذا التعليم المخالف أحيانا لتعليم الكنيسة فالويل لمنطقة على يديه الشكوك فعلا نعم أبونا يعني ما انتبهت أنا بحياتي كلها لهاي الآية بالدقة اللي حضرتك نواهت إلها يعني كثير خطيرة هاي من لم تغفر له يعني من يعني تغفر جميع الخطايا اللي التجديف على الروح القدس لا هنا ولا هناك فإذاً في حل هناك هاي أول مرة بنتبهي لها إذاً في حل الخطايا بالسماء وكان حكى لا تغفر له ليش حط هنا وهناك لا بتنغفر هنا ولا بتنغفر هناك طب يعني إذاً هناك صار في تساؤل الآن ولا في الآخرة إذاً في الآخرة صار في تساؤل حول الموضوع صح أبونا أكيد أكيد نعم شكراً كثير أبونا شكراً كثير أبونا فرح شكراً لإلك ولصوتك الحلو اللي سمعنا هذا الصباح وتعليمك أيضاً جداً أفادنا وأفاد جميع المتابعين صباحك نور يا أبونا صباحك نور أبونا شكراً لك شكراً لك معنا كمان كل الأشخاص اللي انضموا لإلنا على الصفحة وماشاء الله اليوم اكتار الحمد لله ظاهر الموضوع شدهم فإبراهيم حمام بثني على اللي حكى أبونا فرح يحجازين وأمل استلمان أيضاً يسعد روحك وأروع كلماتك الله يرحم أمواتك وعيدة السوس أبدعتي أبونا فرح شكراً لإلك إيمان حداد يسعد صباحك ومي ميشيل حددين الله يرحم جميع الأموات ويصعب صباحكم الدافئ يولا حتر الراحة الأبدي يعطي يا رب أهلا وسهلا فيك يا يولا وبس مهلا سيصعد صباحكم بكل الخير وريمة نصروين يصعد صباحك أخت ريمة أم عيسى وأعبير العصفين دبابن يسعد صباحكم صباحكم نور وأمل السلمان يسعد صباحك في إنجيل يحنى تأتي ساعة فيها يسمع الجميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذي عملوا السيئات إلى قيامة دينونا يعني في قيامة للجميع ويبقى الحكم الأخير للأخير ويسعد صباحكم بكل الخير لكل الأشخاص اللي صبحوا علينا ونضموا لنا لهالبرنامج ونحن بانتظار في إذا في أي حدا عنده أي استفسار آخر نجاوب عليه كمان نحن سعيدين بالإجابة عليه فهلا منطلع فاصل ونرجع لكم عدنا إليكم متابعين على صفحتنا بس ما نكون إحنا جبنا لكم يعني هيك اكتئاب اكتئاب على هذا الموضوع نحن هذا الموضوع حكينا عساس أننا نكون جدا متفائلين ودائما عندنا رجاء برحمة ربنا وما دمنا مؤمنين برحمة ربنا فربنا رح يخلصنا موضوع الموت دائما موضوع جدلي والحياة الآخرة أيضا موضوع فيه كثير تساؤلات ماذا يحدث لنا بعد الممات ما حدا بيعرف وفيه كثير أفلام وتقارير بتطلع علمية وأفلام ناس من اختراحها اللي عندهم الخيال العلمي الواسع الواسع اللي اللي بيحكوا عن الحياة الآخرة وأيضا فيه أفلام أخرى كمان وفيه معتقدات أخرى اللي هو التقمص أنه الإنسان بيرجع للدنيا بشكل آخر أو بشخصية آخر أو بجسد آخر أو واتأثر فهي كثير فيه معتقدات أبونا من هاي الناحية لكن نحن إذا بدنا نآمن كمؤمنين بسيدنا يسوع المسيح نحن نتمثل بيسوع المسيح هو كان المثل لإلنا هو اللي مات وقام فنحن بما أنه كلنا مخلوقات على صورة الله ومثاله فكما هو صار معا بده يصير معنا فهذا إيماننا أو أنا بقدر أحكي لك أنه كإيماني أنا أختصر بهذه المرحلة مثل يسوع وبدنا نقوم طبعا نحن هذا التشبيه نتشبه فيه أنه نحن كلياتنا رح نكون أحياء عن ربنا نحن ما رح نكون موات عند الله أرواحنا تصعد للجسد للسماء والجسد يبقى هو في التراب حتى دينونا نحن مجبولين من التراب لأنه في أربع الرماد أو بالزمن الأربعين أنت أيها الإنسان صنعته وجبلت من التراب وإلى التراب يتعود كجسد لكن الروح هي من عند الله فبترجع لعنا عند الخالق حتى الجسد رح يقوم بالقيامة العامة الجسد نفسه ربنا عنده قدرته أنه يرجع كمان حتى أجسادنا رح ترجع دكتورة في عندي روحانية خاصة خاصة فيه يعني مش تعليم كنيسي بس فيه إشي خاص فيه يعني يعني حسيت اليوم إنه هيك يعني ما كنت بحضر إنه بدأ أحكي بس حسيت اليوم إنه ممكن أحكي يعني اللي بحب يفهم الحالة المابعد الموت بده يقاربها مع حالة النوم يسوع المسيح لما خرج دعازر وقد أنتن يعني خافوا يفتحوا لأنه أربعة أيام ريحتوا بتكون طلع الجثمان الجسد قالهم لا 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 إنه راقد نايم 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 شو نايم أربعة أيام طلعوا بعض يعني زي ما حكيت قبل شوي إنه هي ببشرية مرثة ثارت بالحكي يعني يعني لو كنت هنا ما كان صاروا هيك صاحبك ما ما كانت تفكر بهالبعد اللاهوتي اللي عندي يسوع بفكر كثير بالنوم واليوم العلم أصبح في كل المستشفيات خصوصا عندنا بعمان في قسم خاص للنوم نايم وأنا من الناس اللي عملت فحوصات للنوم كل أصبح من الجسم بربطوه في الجهاز نايم وبطلع تقارير 15-20 صفحة وين لحظات السباة العميق اللي بطل فيها للإنسان يكون مرتبط كثير بواقع الحاضر يعني بصير في ارتخاء بالعضلات بصير في الدم بختلف ففي علامات فيسيولوجيك بتبين أنه هذا الروح الإنسان الحاضر فيه الروح العلميا بحكو عنها النفس اللي هو الحياة اللي احنا بنحكي عنها روحهم ويحكو عنها بس يطلع روحهم النفس ويخليه حي ينتقل الإنسان من هذا العالم لأي مكان بالدوية ببطل فيه القدرة ببطل فيه أي إشي فيزيائي بدي أطلع على أي مكان بالعالم بطلع عليه بحضر هلا قديش فيه عند إمكانية الإنسان في حالة الصح ولما بصحى يطلع الممر هاي اللي خزن عليها هاي قديش يقدر يشوف فيها ويقدر يحطها فيه مستوياتها الثلاثة ما بين المستوى تاع سوغمون فرويد اللي هو بيحكي إنه الأشياء اللي بتشوفها الصباح بتحلم فيها بالليل وهي أشياء طبيعية هرمونات بتفرز هذا كل شيء وما بين الرؤى اللي هي مثبتة بالكتاب المقدس رؤية يوسف خطيب مويل مما ظهر الله في الملاء في كثير من الناس المؤمنين البسطاء العادي يمتيجيهم رسالة وتتحقق يعني أنا كثير صعب معي شغلات شفتها بالحلم وشفتها بالواقع بعدها بفترة لأشخاص إنه حضرت جنازتهم بنفس اليوم دكتوران حصلت معي اللي بالليل حلمت فيها وحضرت جنازتها بالليل الصبح صحيت على التلفون خبر وفاتها يعني الله يستطيع أن يخاطبنا كثيرا بالحلم لذلك اللي بدي يفهم العالم الميتافيزيك العالم الماورائي بده يفهم اللي بصير معانا بالأحلام ويقدر يربطها مع واقع الميتافيزيك الحياة مع بعد الموت وفي كثير للأسف بيقولك إنه الإنسان زي أي كائن حي بس طلع روحه خلاص بتنتهي حياته ممكن يتحول لبترول ممكن يتحلل لإشي ثاني ممكن نظريات التقمص فإشي ثاني هذا بعيد كل البعد وتحارب الكنيسة وكل الديانات ما في دين بالعالم حتى الهندوسية حتى الزردشتية حتى البودي ما في دين اليوم بقبل إنه الإنسان كباقي الكائنات بيختفي لأنه بالفيزي حتى نقول ما في طاقة بتروح تتحول من حالي لحالي ولكن الإنسان في هذا العمور يجب دكتور أن يكون عندنا هذا الإيمان بالحياة الأبدية مسكين الإنسان المسيحي خصوصا اللي ما عنده رجاء بالحياة الأبدية إنسان تعيس زي ما قلتلك زي ما حكيت لحضرتك بلاحظة النزاع بيكون إنسان يعني بيطلع كل السلبيات اللي عنده لأنه ما بده يموت لأنه ما عارفوا إن رايح ولكن إن إنسان المسالم اللي مقضي حياته بيصلي وماشي مع ربنا بيكون بفرح بالضبط نزهق الحياة اللي هنا خلص خصوصا اللي لفوا بمرض بالضبط ولا في زي ما حكيت غبطت سيدنا الباطرك لا في كرانة هناك ولا في كمامة فقداش الإنسان يعمل روحانية خاصة لإله دائما بنشجع المؤمنين لازم يكون عندك أب اعتراف أو راهب مرشد تكون عند بالضبط يعني هاي بيتساعدك من ناحية الروحية ليش إحنا لما منمرض بنروح عند الطبيب لما بيرتفع ضغطنا بصير بدنا حب الدواء طيب ليش منهتم بجسدنا بالبادي بالجنب بالرياضة نعم منهتم فيه طيب ليش ما منهتم بحياة الروحية نعم ليش بتمرق أشهر بتمرق سنوات وإحنا ما بفوت لكنيسة نعم ليش ما منعمل هذا التواصل هذا الرجعة فحصة الضمير لحالي شكل وبيمرشد معي بطبيقة بطبيقة مساعدة ومساندة لحياة الروحية إذن اليوم أخذنا جواب لماذا نصلي لأخوتنا الراقدين نصلي أولا لأجل المشاركة باللخص اللي حكينا لأجل مشاركتهم هناك بعد اجتماعي العزاء اللي بنساند بعضنا بعضنا اللي بنوقف مع بعضنا هناك البعد اللي أخوتي اللي حكي عنه ختامة أبونا فرح وطال شهود إنه إذا كانت الذبيحة اللي كانوا يقدموها الأباء بالعهد القديم كانت تساعدهم ما بالكم اليوم الذبيحة اللي احنا بنقدمها على هيكل اللي هي لبيحة يسوع المسيح نعم يعني نوي إنها ما تساعد ما تساعدها للناس راقدين نعم خصوصا بالعقيدة الكاثوليكية يعني إحنا لما بنقول إنه إحنا في فترة تكفير عن الخطايا قبل الوصول للمجد إنه الإنسان بيكون بعد ينقصه مهما سمى الحياة الروحية ينقصه في فترة جهوزية ويتينج بده يتجهز فيها نظرة الكنيسة الكاثوليكية وتاليا في هذه الصلوات بتكون أكيد داعمة ومفيدة وبشكل عام يعني بكل الكنائس يعني الصلاة هي عمل عمل مشترك صلي لأجلنا صلي يا لما بنصلي لما بيوم العذرة بيحكوا الشفاعة وما الشفاعة ومعنوا لا إحنا بنقول مشاركة بالصلاة يعني مفهوم الشفاعة شفيع واحد هو يسوع المسيح كمان هذا الموضوع ممكن نعمل عنه حلقات يعني نعم بدناش نفوت فيها نعم في ختام الحلقة قدت في خلاصة الموضوع إنه هو موضوع تشاركي ما بين الكنيسة الممجدة وما بين كنيسة الأرضية جميعنا أولاد كنيسة وحدهم يعني أبوي اللي توفى وطلع السماء ما رح يبطل أبوي ما رح يطلع من عيلتي ما رح يطلع من حياتي الروحية واليوم يجب إنه نأخذ الرجاء والعزاء إنهم مبسوطين إنهم مرتاحين مش بس عشان عشان نأحنا عشان نقدر نكمل حياتنا طب إذا بدنا نموت ليش نكمل حيات خلينا نموت هلأ ليش نولدنا بصير في أسئلة تعجيزية بصير في أسئلة زي اللي حط الشمعة من خلق بالزبط من وضع سراج أضاءه لا يضع عليه المكيال بسألوني طلابي بشرح لهم على الأونلاين أبونا إيش هو المكيال قلت لهم في إيش بيعبوا بالكباي تكتعم تطبخي ثلاث كاسات روز بتكيسي بالمكيال فالسراج لما بيحطوه اللي أعطانها هالسراج اللي أعطانها الكتاب المقدس اليوم إنجيل لن نفتش فيه بدنا نصلي أخوة الأحباء فيه الأجوبة لأبونا جرج ما بعرف يجاوبنا إياها للكنيسة بتوقف متأملي فيها في كثير من الأسئلة أبونا مش إنه ما بعرفش يجاوبوا هنه أوقات عندهم فكرة أوقات بيكون عندهم فكرة وما بدهم يغيروها يعني في بعض الكناس اللي بتقول إنه لا تجوز الصلاة بعد الموت ما بتفيدهم الصلاة بعد الموت هدول عندهم فكرة قد ما بتحكي لهم وبتجيب لهم آيات من الكتاب المقدس وتجيب لهم العهد الجديد والعهد القديم أحكام مشبقة خلاص عندهم هاي الفكرة إنه ما لا تفيد فمثل واحد من التعليقات الأشخاص الأصدقاء اللي حطينا هلأ اليوم على الصفحة بقولك إنهم على سرط الدواء مثلا إحنا منقول إنهم هلأ البايتامينز بتاخده بقولك إذا ما بيضر ما بيفيد بيضرش بضر فالصلاة بقولك هذا الواحد من المعرلقين بقولك الصلاة يعني ما بتضر يعني ممكن تفيده ممكن ما تفيده بس هي ما بتضر فبدنا نظلنا نصلي يعني فادته أو ما فادته الصلاة مش مضرة فإحنا منصلي لأجلنا إحنا الأحياء هذا العمق هذا الكلام وبنصلي لأجل الموت والراقدين ليلا يعني ما بتضرهم الصلاة الصلاة بكل الأوقات ولكل الأحياء الموجودين على الأرض أو الأحياء الموجودين بالسماء ما بتضر وأيضا نطلب صلاتهم للي إحنا متأكدين مثلا إنه هذا الشخص عند ربنا رح يكون موجود نطلب صلاته لإلنا كمان لأنه هو ممكن كمان يتشفع لنا بما إنه فيه كنائزنا بيأمنوا إنه فيه شفاعة القديسين والرجال الأطهار اللي صعدوا إلى السماء وموجودين عند ربنا ممكن إنه هدولة يصلوا لنا كمان فلما لا الصلاة يعني ليه نمنع الصلاة عن الموتى ليه أمنع عن الصلاة عن الأم صلاتها لابنها المتوفي أو الأبن لأمه المتوفي أو لأبو أو لعيلته أو لحدا من أفراد أسرته يعني ما فيه كمان بيحكي لك بيقول لك أنا بصلي للي توفوا يعني آخر فترة اللي متوفين قبل 30 و40 سنة صاروا منسيين لا عيد هو جميع الموتى بيثنين 11 بيصلي كل الأموات اللي نحن بحياتنا الأرضية اللي ماتوا وتوفوا زي عيد جميع القديسين فليلا نذكر أمواتنا كلهم نذكرهم نحطهم على لائحة كل اللي مروا بحياتنا وفأدناهم الأشخاص اللي بعزوا علينا نذكرهم في أداس ونصلي من أجلهم ليلا إذا ما فادت الصلاة ما بتضر لا بتفيد أكيد لكن بتفيدنا أنا يعني قدي أنا بيكون بشعر بسعادة لما بقدم أداس عن راحة نفس وأسمع اسمها الشخص الميت وأسمع صوته وخلي الناس تتذكر بالضبط فلان لفلاني وفلان لفلاني يعني كتير أوقات لما بروح على الأداس وبتكون لائحة طويلة أف بقعد أبونا خمس ست دقايق والعشر دقايق وهو يذكر الأموات وفلان 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 لكن أوقات في من هدول الأسماء برن براسي يعني بيكونوا من أبناء الرعية بنعرفهم بنعرفهم هيك بتذكرهم فكلمة الله يرحمون يعني ونصلي لإلهم كتير حلو طبعا إحنا كنيستنا تشاركية لماذا لا؟ يعني كنيستنا هي نحنا الجماعة المؤمنين مشاركونا بذويحة ربنا من التفين حول هالمذبح منصلي لبعض ومنصلي مع بعض ولأجل بعض ليه لا؟ فأنا كتير يعني حتى لو أنه هنم بيعتقدوا أنه الجماعة اللي ما بتئم عامن بالصلاة للراقدين أو الموت أنها ما بتفيد لكن ما بتضر فالصلاة واجبة علينا وصلاتنا هي واجبنا لكل الراقدين لأحبائنا أصلي ل مثلا الله يرحمها حماتي كانت إنساني عن جد يعني قديس أبونا لأنها عاشت القداسة على الأرض وكانت نعيشين معاها يعني ونرى إنساني كانت مضحية لعيلتها ولأولادها وكان عندنا إنسان مريض ده حاجات خاصة كمان كرست حياتها من أمره لهذا الشخص 55 سنة يعيش فوهي ترعى وزائد إنها تألمت في بداية حياتي يعني بعد أكم سنة إنها أصبحت أرملة وتوفى لهو حماي يعني أنا ما كتير عشت معا لكن توفى وظلت ترعى العائلة وتربيها وتكبرهم وأنا بعتبره إنه هاي إنساني قديسي على الأرض طبعا طبعا عشت القداسة في حياتها على الأرض إنسان يعني أرملة ربت أولادها زائد كان عندها ولد مريض فعم نقول هذا الولد المريض جاء لهذه العائلة عشان ترعى وعشان يقدسها وعشان يقدسها عشان ترعى لأنه لو ممكن بعائلة تانية كان ممكن أهمل أو إنه ما تمت رعايته لكن كان على يعني شهادة الأطبة يقولوا مثل هيك أشخاص بولدوا بهيك مرض ما بيعيشوا الوقت هذا العمر هذا لخمس وخمسين سنة فبالنسبة لإله كان إنسان معمر وأيضا حتى بريكورد تبع جينيس كان أكبر معمر بهذا المرض على الأرض يعني كان بينه وبين شخص معمر تاني السنة يعني لو قدمنا نحنا شهادة ميلاد لهذا الشخص بكتاب جينيس كان هو أخذ الريكورد بس من العناية والرعاية والمحبة يعني والعيلة لما الإنسان يعني يحس حتى لو إنه مريض إنسان بمحبة العائلة والتفافها هوله بتعطيه الروح كمان تعطيه الحياة أكيد لا شك لا شك فعشان هيك هو عاش فترة طويلة وأنا هلا بذكرها وبترحم عليها ربنا يرحمها شهادة حياة كثيرا حلوة منك وهي هلا بالسماء إنها تنظر لنا وأيضا هي بترعانا وبترعى أولادنا يعني أنا كتير مآمنة بهذا الشي إنه هي عينها لسه علينا وعلى عائلتنا وعلى أولادها وأولاد أحفادها كمان والجيل الجديد اللي إيجا كمان وأولاد أولادنا نحن كمان في يوم الأحد ذكرتها يعني كل أداس أنا بذكرها لما لأنه في فقرة بالأداس إنه أذكروا موتاكم طبعا والكاهن بذكرهم فبذكرها دائما يعني دائما إنه لأنها هي جزء من حياتنا فلما لا هذا الشخص اللي رقد على رجاء القيامة لما لا يتم ذكره دائما بكل صلاتنا لما لا يستحق دكتور وفاء أنا بعتبر نعم يستحق وفاء فالأصوات اللي بتنادي بتقولك لا تجوز الصلاة ومنصلي ما بيستفيد منه يا أخي استفادوا أنا بدي أكون وفي أنا وفي لذكرى هذا الشخص وبيدي أصلي له وبيدي أنا أعزي نفسي بصلاتي أني على الأقل عم بعمل شي بعد ما ماته لأله أني أذكره وظله دائما في بالي لأنه هذا وفاء لذكرى زي ما أنت تفضلت فلما لا أنا يعني من هذا المنبر وبهذا الصباح مع أبونا جورج شرايحة منطلب أنه نعم إحنا هذا السؤال لماذا نصلي من أجل الراقدين نصلي من أجل الراقدين لأننا منحبهم بحد ذاتهم منحبهم وذكراهم لازم يكون مؤبد في حياتنا وحياة ولادنا عشان نضلنا كمان إحنا ذكرة منيحة لأولادنا وشهادة قدام أولادنا إنه نحن نصلي من أجل موتانا لأنه من اللي كان إلهم أثر علينا بحياتنا ربونا وكبرونا وداروا بالهم علينا فهدولي منصلي لهم عند ربنا حتى هن كمان يصلوا لنا فإحنا منتمنى إنه نكون جاوبنا على موضوع لماذا نصلي من أجل الراقدين وا استفادوا ما استفادوا تجوز أو لا تجوز ولهوتيا واجتماعيا ورعويا يا أبونا مع احترامي لكل الأراء يعني لكن المحبة هنا تكمن جوهر المحبة لما بصلي للأموات مثل ما بصلي للأحياء فأبونا في ختم نحن كمان حلقتنا إذا كلمة أخيرة بتحب تضيفها للي حكينا نعم بكل الكنائس في كتاب احنا بسميه بكنيستنا الأفخولوجيون بنصلي فيها لكل الأشياء بنصلي فيها للأدوات اللي بنستخدمها يعني لسياراتنا في صلاة خاصة للسيارة نعم في صلاة خاصة للمصعد للبيت إذا بنصلي يا أخواني للجمادات بتكون شو صلوا لأحبائكم اللي عاشوا معكم منتقلوا للحياة الأبدية صلوا ولا تملوا فعلا فعلا صلوا ولا نمل ولا تحزنوا كمن لا رجاء لهم كمان أيضا فمنظلكم كلكم مبسوطين ودائما فرحنين بكل الحب والمحزنين أنه ربنا يعطيهم الرجاء العزاء في أنه هدول الأشخاص اللي هن فأدوهم أنهم موجودين في حياتنا بأرواحهم موجودين عند ربنا وكلنا يعني الموت هي حقيقة مطلقة موجودة مثل حقيقة الحياة فمن آمن فيها فمنطلب الرحمة على جميع الراقدين الله يرحمهم ومنطلب صلاتنا كمان لهذا في ختام هذه الحلقة أبونا صلاة خاصة منك لجميع الراقدين في هذا الشهر شهر نوفمبر ومنتمنى الصحة والسلام للجميع وتكونوا بسلام من كورونا احفظوا نفسكم احفظوا حالكم بدائما بالأدوات اللي يتقيكم من الفيروس باستعمال الكمامة وأجهزة تعقيم بدنا نظلنا نحن مستمرين لحين ربنا يرحمنا بهالمطعوم ويوصلنا لأنه المطعوم مثل ما عرفنا يعني بحاجة ل مبالغ مش غير هيك مبالغ أبونا بحاجة لطريقة معينة لحفظه يجي من برا لأنه درجة حرارة لازم تكون ماينس تمانين أو سبعين تحت الصفر فموضوع الحفظ وكيف يجيبوه يحافظوا على هاي درجة الحرارة اللي ماينس سبعين يعني هذا يكون مادة بعتقد نيتروجين لازم يكون محفوظ فيها وأيضا في أولويات أبونا للمطعوم أول ما يجي الجيش والأطبة والكوادر الطبية كبار السن تطعم وكبار السن أيضا كمان يطعموا في البداية وبعدين نيجي لشعب للشعب الباقي لكن حكومتنا أكيد رح تنظر لنا جميعا يا أبونا ربنا يقويها وتقدر تقوم بهالمهام لأنه في تحدي صعب خاصة هذه الأيام فإحنا نتمنى لهم كل الصحة والخير وأنه دائما مدومين على حمايتنا بقراراتهم بتوصياتهم كمان صلاتنا اليوم لإلهم ومنصلي لكل الأشخاص والأطباء اللي انتقلوا إلى رحمة ربنا من وراء هذا الفيروس يعني الله يرحمهم جميعا ويحمي الباقيين آمين يا رب صلاة ختمية ونختم حلقتنا صباحكم نور بسم الآب والإبن الروح القدس الإله الواحد آمين آمين أيها الثالوث القدس ارحمنا واسكن جميع أمواتنا في مساكن الصدقين حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد بل حياة أبدية آمين آمين يسعد صباحكم صباحكم نور عزائنا ومتابعين على صفحتنا ولكل اللي كتبوا تعليقاتهم إن شاء الله منكون بهذه الحلقة قد أجبنا على التساؤل لماذا نصلني من أجل الراقدين منطل عليكم الأسبوع الجاي يوم الثلاثة بنفس الوقت الساعة تسعة صباحا فصباحكم نور وإلى اللقاء كل الهداء بصباح كون تعبن بهمة عندك المتريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل ومير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر